اشتركوا في القناة في قديم الزمان منذ زمن بعيد في مكان ما قرب أحد الأنهار في أفريقيا ولدت في ليلة مكتملة البدري فتاة سميت مارا كبرت مارا الجميلة وحين بلغت سنة الزواج تقدم لخطبتها شبان القرية والقرى القريبة والبعيدة لكنها لم تقبل بأي منهم ولم تخبر أحدا عن أسباب الرفض والقبول فصارت لغزا يحير العقول كان لمارا أخ صغير اسمه شان كي تتفرغ أم مارا لأعمال المنزل تولت مارا الاعتناء بأخيها فكانت تلاعبه وتطعمه فتعلق بها كأنها أمه بلغ شان العاشر من العمر وبقي متعلقا بمارا لا يفارقها وكان يفرح حين ترفض أخته الزواج لأنه يريد البقاء معها سألها مرة بينما كان يتنزهان قرب النهر عن سبب رفضها للزواج فتلفتت حولها لتتأكد أن أحدا لا يسمعها وقالت لأنني أنتظر فارسا قويا ووسيما يأخذني معه إلى بلاد بعيدة حسن شان وبكى لأن مارا تريد السفر لم يهدأ إلا حين وعدته بأن تأخذه معها إذا سافرت في يوم ستذكره القرية جيدا جاء إلى القرية فارس على حصان أبيض لحسن وجهه وقوامه هب النسيم فاجتمع أهل القرية حوله مندهشين لكن الفارس تركهم في حيرتهم وانطلق إلى بيت مارا ولكن مارا التي كانت واقفة خلف الشباك أحبته قبل أن يتكلم فقام هذا الفارس وربط حصانه بجانب الباب ونظر إلى الشباك ثم قال لمارا مارا لقد أحببتك قبل أن أراك مارا لقد أنشدت لك الشعر قبل أن ألتقي بك مارا انظر إلى هذا العقد عقد العاج فإني أهديه لك إن قبلت بي للزواج وسوف أخذك إلى بلاد البعيدة بلاد النهر الأحمر أما مارا فقد قبلت به عريسا فورا وفرح أهلها كثيرا لأنها قبلت أخيرا الزواج أما الخاسر الأكبر فهو شان فقد عاش في حزن شديد وكبير وفي الليل اقترب شان من شباك غرفة مارا وهمس لها علها تسمع مارا مارا لا تتزوج بهذا الفارس قلبي يحدثني بأنه مخادع كذاب ولكن مارا لم تسمع تزوجت مارا الفارس الغريب واحتفلت القرية كلها بزفافهما باستثنائشا ولكن مارا وعدته أن تأخذه معه بعد العرس قرر الفارس أخذ زوجته مارا إلى بلاده فطلب منها أن تعد نفسها للسفر صار عشان يعد نفسه هو أيضا لكن زوج مارا رفض وقال إن الرحلة ستكون شاقة على طفل مثله وإن بلاد النهر الأحمر بعيدة رغم كل توسلات شان ودموعه لم يغير الزوج رأيه وحين رق قلب مارا لأخيها قال زوجها شان طفل يحتاج إلى والديه سيبكي قليلا ثم ينسى بعد أن تجهزا العروسان للرحيل فإن الفارس وعروسه ركبا على خيلهما وانطلقا إلى بلاد النهر الأحمر البعيدة غير أن شان بكى وبكى وبكى حزنا شديدا ورح يبكي ويركد ويركد في الغابة حتى صادف الحمار الوحشي فقال له الحمار لماذا تبكي؟ فقال شان لأن أختي رحلت إلى بلاد النهر الأحمر فقال حمار الوحش بلاد النهر الأحمر سافرت في كل أفريقيا ولم أسمع ببلاد النهر الأحمر إلا إذا كنت تقصد المستنقع الأحمر حيث يعيش التنين الشرير وحين سمع شان شان بالتنين الشرير فكر فورا بأن يتبع أخته لكنه فكر بأن أخته ستعيده إلى المنزل رغم ذلك فإنه قرر الذهاب وترك كل شيء خلفه أما ما كان من مارا وزوجها فقد وصلا إلى بحيرة فطلب منها أن تستريح عند ضفتها ليذهب لإحضار الطعام ما إن صارت مارا وحدها حتى حدث ما ليس في الحسبان صارت مياه البحيرة حمراء وخرجت منها فقاقيع ساخنة ثم انطلق حيوان ضخم من قلبها حاولت مارا الهرب ولكنه نفث الدخان في كل مكان حولها فاستنجدت مارا بزوجها ولكن هذا الحيوان قال ألم تعرفيني يا مارا الجميلة أنا زوجك حاولت نفسي إلى فارس وشيمتي أنتقم منتي سألت مارا خائفة تنتقم مني؟ ولماذا؟ أنا لم أراك من قبل فعلا لماذا يريد هذا الحيوان الانتقام من مارا؟ فكروا في الموضوع عليكم تجد الجواب وأنا أيضا سأسأل صندوق الفرجة إذا عرف السبب بطل العجب هذا هو الحيوان الضخم قال هذا التنين الشرير بل رأيتني كنت أتنكر في أشكال مختلفة أتقدم لخطبتك وترفضينني ولكنني نجحت أخيرا وأوقعت بك لما أهدل فاعي سمعتك تهمسين بأمنيتك لأخيك وأخبرتني أريد فارسا قويا أتزوج سأذهب لأخبر رفاقي بنجاحي في المهمتي وبعد أيام سأعود لآكل لا تفكري في الغرب لأن الغابة والبحيرة مليئة بالتعابين السامة وهي تعمل عندي وقد أمرتها أن تقتلك إذا غادرت ضفة البحيرة انتبهي جيدا اختفت النين في البحيرة وعدت المياه راكدة صارت مارا تصلي وتدعو الله أن ينقذها ثم سمحت صوتا يناديها مارا مارا التفتت إلى النبتة المزينة بالفراشات فوجدت شان يطل برأسه منها حتضنت مارا أخها وقبلته وشكرته لأنه تبعها بعد البكاء والعتاب فكرت مارا وشان في طريقة للتخلص من التنين ثم أقبلت الثعابين فاختبأ شان ومارا في نبتته كي لا تراه وضعت الثعابين الفاكهة اللذيذة أمام مارا ورحلت فاستغربت الفتاة من تصرفها مضت ثلاث ليال والتنين لم يظهر ومارا وشان لم يجدا طريقة للنجاة أما الأفاعي فقد استمرت في إحضار الطعام واضطرت مارا وأخوها لأكل هذا الطعام لأنهما جائحين في الليلة الرابعة بينما شان مختبئ خلف النبتة راح يصنع رماحا من الأغزان سمع ثعبانا يقول لرفاقه هيا نجمح الفاكهة للفتاة كي تصبح سمينة لأن التنين يريد ذلك أزرع شان نحو مارا وقال التنين يحب أتلى الأجسام السمينة فإذا تضع هرطي بأنك مرضة سيتركك وتعيشين وبعدها نخطط للهرب فتساءلت مارا ولكن كيف ذلك؟ أجاب شان سألطق جسمك بالوحل والورق وحين يأتي التنين يجدك مريضة هزيلة فيتركك ارتفعت حرارة مياه البحيرة وخرجت الفقاقيع الحارة فاختبأ شان وتمددت مارا مدعية المرض خرج التنين من البحيرة ليأكل مارا فوجدها هزيلة مريضة فقال مهددا سأدركك يومين لتتعافي ثم أعود بعد يومين تكرر الأمر فهددها التنين بأنه سيعود لاحقا وبقي يؤجل حتى حل الشتاء وصارت الليالي باردة وشان يحضر رماحه وذات ليلة مظلمة وباردة أيقظ شان أخته مرى وقال هيا نعرب الثعابين نائبة نائمة تحت التراب بسبب البرد حمل شان رماحه فوق ظهره ومشى مع أخته فلنجهز هذا الرمح كما ينبغي آآآ شان ممتاز وفجأة ظهرت تنين أمامهما أصاب الرعب مارا وكادت تفقد وعيها لكن أخاه صغير أخذ رماحه وثبتها في الأرض وأخذ رمحا وأطلقه باتجاه التنين صواح التنين من الألم ووقع عرضا ولثقل وزنه لم يستطع أن ينهض فرقض الأخوان بسرعة رقضا 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 وبعد ساعات وصلا إلى القرية وأخبر الجميع بما جرى صار شان بطل القرية الصغير أما مارا فقد تزوجت شابا وسيما من شبان القرية المجاورة لقريتها وعاشت سعيدة وكانت كلما سافرت تأخذ شان معها وطار الطير تصبحون على ألف خير اشتركوا في القناة